أيضا من المهم أن نشير إلى أن طريقة اكتشاف هذه الحالات والوصول لها والحصول على التأكيد لإصابتها بهذا الفيروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وعدة طرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة فمثلا 740 حالة كانت هي من خلال إجراءات المسح النشط وشكلت تقريبا ثلثي الحالات التي سجلت فيما تم رصده مؤخرا وأعلننا عنه قبل قليل بينما كانوا 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة وهذه الحالات طبعا تعتبر أيضا مثل المسح النشط كلها تعتبر إجراءات وقائية استباقية احترازية تمكن من استكشاف الحالات بشكل مبكر وكسر حلقة تفشي أو انتشار الفيروس لقدر الله في المجتمع بقية الحالات التي تشكل 18% الميتين وواحد حالة هي حالات مخالطة مجتمعية ولو تلاحظون بأن عددها هو عدد مقارب للأعداد التي نرصدها في المعتاد في الفترات السابقة لأعداد المخالطة المجتمعية جميع الحالات توزعت في مجموعة من مدن المملكة كما تلاحظون في هذه الخارطة وسيتم مشاركتها معكم بالتفصيل بإذن الله في تقرير منفصل بعد هذا المؤتمر إضافة إلى أنها ستكون كالمعتاد منعكسة على البيانات الموجودة في الموقع الرسمي لتحديثات فيروس كورونا الجديد